موسيقى 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 نناقش اليوم تأثير الحرب في أوكرانيا على أحياء الذكرى السابع والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية ونسأل ما تدعيات الصراع الروسي الغربي على نظام العالمي القائم منذ الحرب الكونية وهل يتفاهم المعسكران الغربي والشرقي على أسس جديدة للعلاقات الدولية كما نسأل أيضا ما الضمانات لعدم انزلاق الصراع الروسي الغربي إلى حرب عالمية ثالثة وما دور واشنطن في حماية القارة الأوروبية المتخوفة من تكرار ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من تونس الدكتور خالد عبيد أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بالجامعة التونسية ومن لندن الدكتور نفن عبد الله أستاذ العلاقات ونزاعات الدولية في جامعة لندن نتابع هذا النقاش بعد التقرير في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية توتر متصاعد بين الطرفين المنتصرين فيها على إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا وصل حد اتهام وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الروسي بالسعي لتحريف التاريخ لتبرير الهجوم الروسي على أوكرانيا استعدادات كل من روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي والدول الغربية لإحياء أعياد نصرها السابعة والسبعين تصاحبها مخاوف شديدة من انتقال المواجهة الروسية الأوكرانية إلى نطاق أوسع مع إصرار روسيا على اتهاماتها للولايات المتحدة ودول أوروبية بالتدخل بشكل مباشر لصالح أوكرانيا واستمرار التسليح الغربي لجيش الأوكراني للصمود أمام القوات الروسية نظر أخرى ترفع التوقعات بمواجهة كبيرة أبرزها تصعيد العقوبات الغربية على روسيا الأمر الذي بلغ إعلان دول الاتحاد نيتها إعلان حظر استيراد الطاقة الروسية على غرار الولايات المتحدة في الطرف المقابل تبحث روسيا مع خلفائها وأبرزهم الصين سبل التحرور من الهيمنة الاقتصادية الغربية وتدعوان إلى تغيير النظام العالمي السائد منذ الحرب العالمية الثانية مع تغيير المعطيات التي انقلب فيها الحلفاء إلى خصوم تأكدات الغرب وروسيا أن لا نية لديهم لخوض حرب واسعة ولا حرب نووية لا تعتبر رسائل طمأنة كافية للعالم مع إصرار روسيا على مواصلة هجومها وإصرار الغرب على عقوباته ترافقا مع تعزيز الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا والضريبة الأبهض التي تدفعها البشرية هي أزمة الطاقة والغذاء والاستعداد الدائم للقادم الذي قد يكون أسوأ مما سبقه أيهم سلمان تيارتي عربي إذن أبدأ نقاش هذه الحلقة معك دكتور خالد عبيد مساء الخير من جديد ودعني أبدأ من كلمات فلاديمير بوتين اليوم عشية ذكرى التاسع من مايو يقول كما في العام 1945 النصر سيكون لنا كيف يختلف برأيك مفهوم النصر بالنسبة لموسكو بين الأمس واليوم متى يمكن أن تعتبر روسيا نفسها كسبة الحرب مساء الخير أستاذة ميا هو بالنسبة لروسيا نحن ندرك جيدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر نفسه الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي وبالتالي الوريث الشرعي خاصة للانتصارات التي حققها الاتحاد السوفيتي والتي كانت روسيا وقتها هي القاترة الأساسية والرئيسية والدافعة للاتحاد السوفيتي والانتصار الأكبر والذي يحسب للاتحاد السوفيتي هو في خلال الحرب العالمية الثانية عندما تمكن ستالين تحديدا من أن يقلب موازين القوى داخل القارة الأوروبية لفائدة قوات الحلفاء لأنه يجب أن لا ننسى أنه في البداية حدث تحالف بين ألمانيا الهتلرية واتحاد السوفيتي ستالين من خلال المعاهدة التي تمت المصادق عليها ثم فيما بعد نكست ألمانيا هذه المعاهدة وقامت بغزو الاتحاد السوفيتي ووقتها عندما قررت ألمانيا المغامرة والهجوم على الاتحاد السوفيتي ووقتها بدأت الحرب العالمية الثانية تدرك نهاياتها باعتبار أن المسألة لا يمكن أن تكون كذلك هذه المقاربة أو المقارنة التي يقوم بها بوتين الآن هو يريد أن يؤكد من خلاله على أن روسيا هي امتداد الاتحاد السوفيتي وأن النصر الذي حقق في الحرب العالمية الثانية هذا مفهوم بكتور ولكن ما هي الحدود التي يعتبر عندها بوتين أنه كسب الحرب هل الفوز في الشرق الأوكراني هل إخضاع أوكرانيا بكاملها ما هي النقطة التي يمكن أن يعتبر فيها أنه كسب هذه الحرب النقطة التي يعتبر فيها كسب الحرب عندما يتمكن من تحقيق ما يريد وتحقيقه في أوكرانيا ما يريد تحقيقه في أوكرانيا هو أن لا تصبح أوكرانيا دولة تابعة الحلف الأطلسي أن تنتهي مطامع الحلف الأطلسي وفق وجهة نظره في أوكرانيا وأن يصبح الشرق الأوكراني على الأقل شرقاً تابعاً لروسيا أو تحت المجال الحيوي لروسيا والأهم من كل ذلك تفكيك أوكرانيا حتى لا تصبح دولة قادرة على أن تكون خطراً قادماً لروسيا في المستقبل الأيام أو السنوات هذا هو ما يريده بوتين والأهم من كل ذلك أيضاً المحافظة على المصالح استراتيجية لروسيا داخل بحر أزوف وبحر أيضاً بحر الأسود هذه نقاط هامة جداً لأن روسيا منذ القدم تعتبر الذهاب أو الوصول إلى البحار الدافئة وتحديد البحر أبد المتوسط الأمر لا يمكن التجاوز ولا يمكن السماح لأي كان بأن يمنع من ذلك دكتور مثنى عبد الله يعني ماذا عن محور واشنطن أوروبا؟ هل اكتفاء بوتين بالشرق الأوكراني بضمان عدم دخول أوكرانيا إلى النيتو في حال انتهت الحرب عند هذا السيناريو دون كامل أوكرانيا؟ هل سينظر إليه هزيمة بالنسبة لمحور الغرب أم نصر لبوتين؟ يعني يجب أن نعرف بأنه في الحقيقة الحرب الأوكرانية أنا في رأيي الشخصي أنه تم العداد لها مسبقاً يعني لم تكن حدثاً التحقت به الولايات المتحدة الأمريكية أو التحق به الغرب أنا أرى بأنه الولايات المتحدة الأمريكية قد أعدت عدتها لهذه الحرب قبل فترة طويلة وهناك معلومات عسكرية واستخباراتية تقول بأنه الولايات المتحدة راهنت على مجامع وفصائل هي لم ترد أن تدخل الحرب بصورة مباشرة لكنه حاولت الاعتماد على فصائل وهذه الفصائل بأسلحة فردية قد تعيق التقدم الروسي والهدف الأساسي من وراء ذلك هو إطالة فترة الحرب لأنها كانت تراهن على أن إطالة فترة الحرب هو صنع مستنقع آخر كالمستنقع الأفغاني وبذلك تغوص روسيا في هذا المستنقع وقوتها تنفلت منها وبالتالي هذا الانفلات القوة يجعلها في وضع آمن بالنسبة لأوروبا أي أنه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سوف يصبحون في وضع مريح جدا لأنه روسيا تفقد مخالبها ولا تستطيع بعد ذلك يعني دكتور بالنسبة لواشنطن ولندن هي رسمت سقف هذه الحرب أو سقف هزيمة بوتين أبعد من سمود أوكرانيا رسمت سقف بإفشاله بشله بإضعاف موسكو إذا لم يتحقق ذلك هل مع كل ما استثمرته واشنطن وأوروبا في هذه الحرب يعني هزيمة بالنسبة لها يعني أعتقد بأنه لا نستطيع القول بأنه أعلن هزيمة لها لكنه سيدتي تعرفين جيدا بأن هذه الحرب في الحقيقة كانت فيها خسار في الحقيقة كبيرة لروسيا خسار على مستوى الأفراد وخسار على مستوى المعدات وبالتالي حتى الإطار الذي يحيط بروسيا اليوم كما تعرفين جيدا بأنه هناك دول بدأت تذهب إلى النيتو يعني ما كانت تريده روسيا من حيادية أوكرانيا في الحقيقة انقلب عليها اليوم نجد بأنه بقية الدول حتى الدول الأخرى التي لم تكن لديها مشاكل مع روسيا اليوم بدأت تذهب مهرولة إلى النيتو إذن هذا ما كانت تريده الولايات المتحدة الانفكية نعم دعني دكتور أعود إليك في هذه المسألة لأننا سنفصل فيها من أكثر من زاوية ولكن أعود لدكتور خالد عبيد دكتور السؤال الآن هل أدخلتنا أوكرانيا فعلا في حرب عالمية ثالثة؟ وإن لم تتطور إلى عسكرية بالفعل يعني اتخذت أي شكل آخر الحرب الباردة الحرب الاقتصادية هل نحن الآن دخلنا في حرب عالمية ثالثة؟ سؤالك وجيه جدا نحن نعتقد وسبق أن ذكرناه حتى في الإبان بأن تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا يعتبر تاريخ بداية حرب باردة لكن حرب باردة من نوعا جديد السؤال الذي يسأل هل أننا في هذه الحرب الباردة سنصل إلى ما يسمى بالحرب العالمية الثالثة مثل ما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية أم لا؟ هذا هو السؤال الذي يسأل المسألة الآن مرتبطة بمدى قدرة كل الأطراف على ضبط النفس خاصة هنا حلف الناتو وكذلك روسيا الحرب الباردة التي نعيشها الآن ليست ذات الحرب الباردة التي عشناها من قبل طيلت أكثر من حوالي من 1947 إلى حد 1990 هذه الحرب الباردة الآن تقوم على أساس معطى آخر أساسي من قبل قامت على أساس ما سمي بالسطار الحديدي يجب أن ننسى أن أول من استعمل كلمة السطار الحديدي أو منها أصبحت كلمة الحرب الباردة هو رئيس الوزراء تشيرشيل وذلك عندما وصف هيمنة الاتحاد السوفيتي على بلدان أوروبا الشرقية بالسطار الحديدي الآن هذا السطار الحديدي لم يعد موجودا بل انتقل وأصبح يقرب جدا جدا الحدود لروسيا أصلا يعني المجال الاستراتيجي والحيوي لروسيا ولهذا السبب روسيا تعتبر نفسها الآن في تعيش مرحلة أخرى وهي مرحلة الدفاع عن النفس عكس ما كان في الحرب الباردة عندما كانت روسيا أو الاتحاد السوفيتي يقوم بعملية التوسع والهيمنة الغرب والتوسيع مجاله والنمطة الأساسي أنه في الحرب الباردة كان هناك صراع وخلاف كبير بين التحاد السوفيتي والصين الآن نشهد حرب باردة ليست بذات قطبين فقط بل حرب باردة هذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور أي معسكرين أفرزتهما الحرب الأوكرانية الآن أو هذه الحرب الباردة التي نعيشها هي أفرزت معسكرين في نظري المعسكر الأول يتمثل في روسيا ومعها الصين وإن كان يظهر الآن وكأنه باحتشام لكن أعتقد أن المسألة باتت واضحة هناك روسيا محول روسيا والصين وبعض القواء الصاعدة الأخرى التي تريد أن لا تكون دائما تحت الهيمنة المطلقة للغرب سواء كان الاتحاد للولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا وفي نفس الوقت هناك معسكر آخر يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي استغلت أيما استغلال هذه الأزمة للروسية الأوكرانية كي تعيد الهيمنة من جديد على أوروبا المتداعية أو أوروبا القارة العجوز وتؤكد لها دائما بأنها تبقى دائما تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية وتحت هيمنتها ولا يمكن لأوروبا حتى مهما حتى وإن كونت قوة مسلحة متحدة حتى وإن تمكنت أن تقوم بمحاولة الاستقلال عن أمريكا فإنها تبقى دائما في حالة تبعية وما هذه الأزمة الأوكرانية إلا دليل على ذلك دعني أنقل ذلك إلى دكتور مثنى أوروبا بالحرب العالمية الثانية واضح دكتور خالد عبيد وأعود معك إلى مسألة الصين ولكن قبل أسأل دكتور مثنى عبد الله نتحدث الآن عن معسكرين نتحدث عن معسكر الحلفاء الذي يتمثل بواشنطن والدول الأوروبية هل هذا المعسكر هي وحدة حقيقية دكتور مثنى يعني أعادت واشنطن رص صفوفهم أم هي وحدة مؤقتة اقتضتها الضرورة يعني أعتقد بأنها هذه وحدة الخائفين وحدة تناقض المصالح يعني لو نظرنا جيدا إلى مواقف الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد الأوروبي يقول بوضوح على لسان قطبيه الرئيسيين هما ألمانيا وفرنسا بأنه يجب تكوين نظام أمني أوروبي يكون جزء منه روسيا لم تكن هناك معارضة تامة لهذا المنطق كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعارض في الحقيقة هذا المنطق هذا يعطينا صورة واضحة على أنه المصالح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي ليست تتلاقع على نقطة موحدة هي كانت تسيير بصورة متوازية لكن الوحدة الحالية التي نراها وأنا شخصيا أعتبرها وحدة شكلية وحدة ضرفية وحدة الخائفين في الحقيقة هذه مرحلية أنا أرى بأنها هي مرحلية ثم عندما نتحدث عن معسكرين في الحقيقة لا أعتقد بأن هناك معسكرين هناك معسكر الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الأوروبي ومعسكر روسيا ومعسكر الصين يعني هناك بعض الباحثين يعتقدون بأنه روسيا والصين في معسكرين واحد في الحقيقة هما ليس في معسكرين واحد هناك التقاع على أهداف مرحلية محددة لكنه هذا التحالف إن سمي التحالف ولم يرتقي إلى نوع من المؤسسة يعني كل التحركات ما بين روسيا والصين لا زالت لحد الآن تحركات خجولة ما الذي يمنع ذلك دكتور ما الذي يمنع ذلك لأن الدولتين تسعيان ومنذ سنوات لتحرر من الهيمنة الغربية كما يقولون نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب إذا لم تكن الآن الفرصة المثالية لذلك متى سوف تكون ما الذي يمنع من هذا الحلف أو هذا المعسكر أن يقوم الصين تعتقد نفسها بأنها هي قوة اقتصادية وليست قوة عسكرية وروسيا تعتقد نفسها بأنها قوة عسكرية وليست اقتصادية وبالتالي كل الطرفين فاقدان لجانب محدد روسيا فاقدة للجانب الاقتصادي والصين فاقدة للجانب العسكري والصين لديها سلوك تقليدي في السياسة وفي التحرك هو سلوك بطيء ومراهنات قائمة على سنوات مقبلة واسعة جدا لذلك هي لا تريد اليوم التحرك والتحالف مع روسيا في هذا الظرف لأنها تعتقد بأنه ممكن القوة الاقتصادية التي تملكها سوف تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو الكابح لها وهذا في الحقيقة خسارة كبرى ولكن دكتور وهنا دعني أنقل السؤال لدكتور خالد عبيد إذا بالمنطق الذي يتحدث به دكتور مثنى دكتور خالد ألا تعتقد بأنه الصين الآن تراقب كونها ربما مدركة بأنها هي تالية بعد روسيا في حال تمكنت واشنطن من تحقيق أهدافها التي تطمح إليها مع روسيا سيأتي دور الصين لأنه بايدن منذ بداية عهده جاهر بأنه تطلعاته وكل أهدافه موجهة صوب الصين الصين الآن تراقب كيف يمكن أن تراجع اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأن تتحضر ربما لمرحلة لاحقة من الممارسات الأمريكية إذا سميناها هو فعلا أنا أوافق ضيفكم عندما ذكر التحالف الخائفي لأن ما حدث في أوكرانيا أعتبره ضربة قاسمة لإمكانية استقلال أوروبا عن الولايات التحدة الأمريكية وهي فرصة ذهبية أتيحت لأمريكا كي تفرض وصايتها من جديد على أوروبا وهذا أولا وثانيا هذه الوصاية ذاتها هي تريد بطريقة أو باخرية الولايات التحدة الأمريكية أن تفرضها على الصين يجب أن لا ننسى وهذا معطى أساسي جدا أنه قبل أن يبدأ وباء الكورونا في الانتشار الهائل على المستوى العالم كانت هناك في 2019 حرب اقتصادية شابسة تشنها الولايات التحدة الأمريكية في عدد الرئيس الأمريكي ترامب ضد الصين والتي أوقف هذه الحرب هو وباء كورونا ولهذا السبب الصين هي تدرك جيدا أنه إن سقطت روسيا فإن القادم أو الضحية القادمة إن شاءنا ستكون الصين ولذلك الصين ستعمل كل ما في وسعها كي يبقى دائما جدار الصد وهو وهي أو حصن الدفاع الأساسي والاستراتيجي للوجود الصيني وهي روسيا دائما هي القادرة روسيا على أن تصد كل ما يتمكن به أو كل ما يريدها الغرب أو حلف الناتو من إمكانية الحاق الهزيمة بروسيا وبتالي دكتور خالد أنت تعارض دكتور مثنى يعني لا تعتبر أن هناك معسكر صيني معسكر روسي وأنا ما تعتبر بأن هذا التحالف موجود ويمكن أن يبنى عليه هو تحالف موجود أنا أوافقه في نقطة أساسية وهو أن هذا التحالف هو موجود لكن هل سيدوم أم لا سيدوم هنا نختلف باعتبار أن هذا متوقف على التطورات المتلاحقة التي تتحدث ليست اليوم بل في قادم الأسابيع والأشهر وحتى السنوات لكن ما هو ثابت على الأقل أن هنا الآن تحالف استراتيجي بين البلدين هذا التحالف استراتيجي متى يمكن أن يتغير عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا وتتمكن روسيا وقتها من أن تفرض ما تريد في هذه المنطقة وقتها سيصبح المسألة مسألة حسابات ومصالح لكن الثابت على الأقل بالنسبة للصين أنها هي كقوة اقتصادية كبرى لا يساعدها أن تستمر الحرب إلى ما أكثر لأن وجود الحرب أو التوتر الدائم سيهدد مصالحها الاقتصادية الحيوية وصحيح أن روسيا هي قوة عسكرية والصين قوة قوة اقتصادية لكن الاقتصاد الصيني في حاجة كبيرة إلى الموارد الطبيعية الروسية وهذا أمر نحن نعرفه جيدا ويعرفه حتى ضيفكم ولهذا السبب التحالف الآن موجود قائم الذات لكن متى سيتبدل؟ وهل سيتوتط؟ هل سينتهي؟ هل سيضعف؟ هذا مرتبط بنتائج وتدعيات وخاصة نتائج الحرب في أوكرانيا دكتور مسنة في حال انتهت هذه الحرب ونحن نتحدث عن ما بعد حرب أوكرانيا ليس كما قبلها لجهة ربما إعادة التموضوع توزيع الأدوار دور الأقطاب أعود معك إلى نقطة تحالف الخائفين بالنسبة للنيتو وأوروبا ماذا إذا بدأت القوات الأوكرانية تخسر الحرب بالفعل؟ وهناك حقيقة تقدم ولو بطيء للقوات الروسية في المدن الاستراتيجية كيف سينعكس كل ذلك على هذا التحالف الهش إذا صح التعبير؟ خاصة عندما يبدأ تقاذف المسئوليات الخطاب التحريدي من واشنطن وبريطانيا تبعات الاقتصادية الصعبة التي ستعيشها أوروبا من تضخم ولاجئين وغيره هل سنرى تفكك هنا انقسام يرتد سلبا؟ يعني الفرضية التي ذهبت فيها سيدتي أنا أتفق معها تماما وأقول بأنه أكاد أجزم بأن أوروبا اليوم تتمنى أن تخسر أوكرانيا الحرب يوم غد صباحا لماذا؟ لأنه في الحقيقة الضغط الاقتصادي والضغط السياسي والضغط العسكري والمليارات التي ذهبت في عقود بالمناسبة لولايات المتحدة الأمريكية وقعت عقود غاز وعقود أسلحة بمليارات الدولارات مع أوروبا بينما كانت أوروبا مستغنية عن كل هذا وكانت أموالها في جيبها كما يقولون إذن أقول بأنه أوروبا في الحقيقة تتمنى أن تنتهي الحرب يوم غد وتتمنى أن كان نهاية هذه الحرب سواء بخسارة أوكرانيا أو غيرها لكن تعتقد بأنه خسارة أوكرانيا بالحقيقة للحرب سوف يفرش مائدة التفاوض بين جميع الأطراف والتفاوض سوف يكون في أوروبا ولن يكون في مكان آخر المراهنة على التفاوض مع روسيا كان هو الخيار الرئيسي والستراتيجي لأوروبا لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالذات هما من قاد إلى هذا الموضوع وهما من أخذ بأوكرانيا ووضعها منصة للصراع بالتالي دكتور وباختصار شديد لأنه على نفس السؤال أريد أن أسمع رأي الدكتور أيضا خالد عبيد بالتالي بعد هذه الحرب كيف ستكون ملامح ما ستفرزه هذه الحرب على صعيد النظام العالمي الجديد ودعني هنا أسأل عن ما يعرف ربما بالقوة الوسطى وليس فقط الأقطاب رأينا دول التزمت ربما الحياة تجاه هذه الحرب نتحدث عن الدور التركي على سبيل المثال نتحدث عن الدور الهندي سيدتي السؤال لي نعم سؤال لك وأريد أن أخطم أسمع رأي الدكتور خالد بعد ما تتفضل حضرتك دكتور مسنة تفضل يعني أولا دعيني أقول وباختصار شديد بأن الحرب الأوكرانية تأجلت لثلاثة عقود انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 وبروز حادية القطبية نظام الدولي الإحاد القطبي الجديد هذه الظاهرة هي الظاهرة الوحيدة التي انتهت بدون حرب إذن الحرب الأوكرانية تأجلت لثلاثة عقود واليوم وعى عاد الوعي إلى الاتحاد السوفيتي بشكل روسيا واليوم بدأت في أوكرانيا لعادة كيانها على الخارطة الدولية أنا أعتقد بأن هذه الفترة فترة التبدل بالنظام الدولي هي من أخطر الفترات وسوف تكون بها الدول الصغيرة هي جوائز ترضية ولهذا الطرف والطرف الآخر لكنه أيضا في نفس الوقت نرى بوضوح بأن هناك القوة الأقليمية على سبيل المثال تركيا بدأت في حركة في الشرق الأوسط دكتور خالد أيضا رأيك وتحديدا عن الدول التي ذكرناها فعلا نحن سابقا نذكرنا بأن نحن نعيش حرب باردة بأقطاب متعددة انتهت القطبية الأحدية للأمريكية مع بداية الحرب في أوكرانيا ما يشاده العالم الآن هو حرب باردة بأقطاب متعددة وسبقا ذكرت حتى أمامك بأن هناك قوة صاعدة هذه القوة الصاعدة هي ألينة تركيا البرازيل وهذه أو حتى جنوب إفريقي هذه القوة هي التي تريد وحتى بعض الدول الخالجية التي تريد أن تتموقع على أساس أنها يكون لديها حياد وأنها تصطفى استفافا أعمى مع الولايات التحدة الأمريكية أو حتى مع روسيا مثل ما تقوم به أوروبا الخاسر الأكبر في كل ما يحدث الآن هي أوروبا وليست روسيا أو الولايات التحدة الأمريكية والصين ستكون الرابحة الأكبر بالرغم من أن أمريكا تريد أن تحرك لها دائما ملف شبه جزيرة فوربوزا أو تايوان لكن الصين هي المستفيد الأكبر أوروبا الضحية الخاسر الأكبر أمريكا ستستفيد لكن بأقل روسيا ستخرج حتى وإن ستكون ستخرج بأقل الخسائر لكن ستخرج هي التي ستفرض وجهة نظرها والقوى الصاعدة ستجد نفسها بطريقة أو بأخرى تلعب دور الحكم من أجل إقامة توازن حقيقي على مستوى الخارطة الجيوستراتيجية العالمية أنا أشكركم جزيلا دكتور خالد عبيد أستاذ تاريخ سياسي المعاصر بالجامعة التونسية وأشكر أيضا من لندن دكتور مثنى عبدالله أستاذ العلاقات والنزاعات الدولية في جامعات لندن وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر